نظم مركز بحوص الشرطة بأكاديمية الشرطة عددا من الدورات التدريبية في مختلف مجالة العمل الأمني للكوادر الأمنية من هذه الدول حيث أشهدوا بالإمكانات التدريبية الأمنية المصرية وحرص مصر على تنظيم هذه الدورات ويأتي هذا في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم الدعم الأمني للأشقاء من الدول الإفريقية ودول الكومونولس استعداد دائم من وزارة الداخلية لتقديم الدعم الفني والتدريبي في شتى مجالات العمل الشرطي لكافة الأشقاء من الكوادر الأمنية الدولية في إطار تدعيم محاور التعاون الأمني بين مصر وأشقائها من هذا المنطلق نظم مركز بحوص الشرطة بأكاديمية الشرطة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية سلاس دورات تدريبية في مجالات مكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وحراسة وتأمين المنشآت والشخصيات الهمة ومكافحة الإرهاب الدولي شارك فيها 137 متدربا من الكوادر الأمنية من 29 دولة إفريقية وخمس دول من دول الكومانوالس مركز بحوص الشرطة بيقدم أفضل وأحدث أنواع التدريب المتواجد وده مش كلامي ده كلام المتدربين وما يطلقوه من معلومات وتدريب نظري وعملي ما بيحصلوش عليه في دول أخرى حتى دول متقدمة تضمنت برامج الدورات إتاحة الفرصة للمتدربين للتدريب بالميادين التدريبية المتنوعة بالمنشآت التدريبية بوزارة الداخلية والتي تواكب أحدث المعايير والمقاييس الدولية لتعزيز قدرات هذه الكوادر وكفاءتها لمواجهة المستجدات الأمنية وهي تعكس الخبرات الأمنية والإمكانات اللوجستية التي تتمتع بها المنظومة الأمنية المصرية وتحرص على أن يستفيد منها الكوادر الأمنية من الدول الإفريقية والشقيقة لتحقيق الاستقرار في بلدانهم برنامج المقدم في الدورة برنامج بسم وبشقيه النظري والعملي هذه الخبرات المتراكمة لدى الذين يعملون بهذا المعهد التي اندغلوها لنا بإذن الله سوف تنقل إلى بلادنا في إطار التعاون الدولي كما شملت البرامج التدريبية الجانب العلمي والنظري الذي تم من خلاله استعراض المفاهيم الأمنية الحديثة المتصلة بمجال كل دورة وحضر فيها نخبة متميزة من الخبراء والمختصين هذه الدورة بتحدث فيها مع المتدربين عن الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر كيف تستطيع الدول الإفريقية أن تستفيد من التجربة المصرية بالنسبة لي مكافحة جديمتين الإتجار في البشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين أنا سعيدة لأن دي إمكانيات المركز إمكانيات جيدة جداً في ختام الدورات تم تنظيم احتفالية للكوادر الأمنية المشاركة فيها لتكريم المتميزين منهم حيث أشاد الجميع بمستوى التدريب في مجالات الدورات المختلفة وكفاءة الضباط المصريين علمياً وتدريبياً ما يؤهلهم لنقل خبراتهم لبلدانهم كيف ينصر ديولة خبراتهم من مستوى التدريبات والمستوى التدريبات وكيف ينحلهم لذلك تلك المدرسية الضباط المناطقية والمواجهة وكيف ينصر تدريباً كيف تدريباً كي أمتعار بلدانهم في التحديد نعم بمعنى ناركوتك وهو جدًب في مجال كما هو كنين إسترار كمممتعات ومعنى مجموعة ومعنى مجموعة ومعنى أمامه بمعنى أمامه بمعنى أمامه هذا مجموعة لأمامه هذا مجموعة ومعنى أمامه التعاون الأمني بين مصر والدول الإفريقية ودول الكومانويلس أثمره على مدار أكثر من 35 عاما عن تنظيم 712 دورة تدريبية متخصصة لقرابة 20 ألف متدرب يمثلون 66 دولة أفريقية ودول الكومانويلس وهي دورات تعكس الرغبة المصرية الحقيقية لدعم تلك الدول لتحقيق الأمن والاستقرار في بلدانهم حرص كبير من قبل وزارة الداخلية المصرية على تنظيم دورات تدريبية للكوادر الأمنية من الدول الإفريقية وكذلك من دول الكومانويلس لتقديم خبراتها الأمنية والفنية واللوجستية والتدريبية لتلك الكوادر ليتمكنوا عقب العودة إلى بلدانهم من تحقيق أهدافهم وهي تحقيق الأمن والاستقرار في هذه البلدان مستفيدين من هذه الخبرات عبدالله بركات التلفزيون المصرية